أن هناك أمور معلقة خسيرة فيه كانت صفقة أسلحة طيران مسترال كانت موجودة ووزارة المالية في فرنسا وقفتها مش عارف ليه حقوق الإنسان والمنظمات حقوق الإنسان عملها بتستعدي فرنسا بتقول لهم أنتم بتسلحوا إزاي ويمكن أن أرى لحضراتكم هنا الوكالة من الوكالات عشان تشوفوا كمية الانحياز وكمية الهيومن رايتس ووتش بتقول على فرنسا التوقف عن تجاهل الانتهاكات في مصر ذكرت المنظمة على الحكومة الفرسية أن تدح لحقوق الإنسان مسألة مركزية في علاقتها مع مصر وعليها التوقف عن تجاهل الانتهاكات الخطيرة بين فيها استخدام أجهزة الأمن والتعذيب في النطاق مش عارف إيه أضافة المنظمة أنها يعرف أن تكون الانتماعات فرصة لمرارعة الدعم الاقتصادي والأمن والعسكري المقدم من مصر تحريد علني المنظمة دي بترتاشي من قطر وبتحرد علني يعني علشان نعرف المنظمة قالت مدير مكتبها في فرنسا بيقول أن الفرصة قدام مكنر اغتنام الفرصة عشان يوضح للرئيس السيسي في لقاهم أنه لن يتم تغاضي عن السنين للحقوق للدولة المصرية وبتكلموا بقى عن يقول إيه وأن موصلت دعم هذه الحكومة القمية وخيانة لنشاطاء المصريين اسمعوا بقى الكلام ده الذين يولهونا مخاطر نسيمة في محاولاتهم لتحسين بلدهم عايز أعرف بقى النشاطاء اللي عندنا عايزين يحسين بلدهم إزاي بحرق المجمع العلمي مثلا بالدمار اللي حصل اللي شفنا كتير بالهرتلة اللي عملين لها والتشكيك في كل شيء وأي شيء بمواقفهم السلبية ده ما فيش واحد منهم في حدسة استشهاد لجلدي أو صف زابط أو ضابط في القوات المسلحة أو في الشرطة طلع قال حد منهم من النخبة من أول النخبة لغاية دولة طلع قال مثلا يعني أي كلمة عزاء وكأن الزباط دول بيقد واجب لصالح نظام مش لصالح دولة وكأن الزباط اللي بيضحوا بأرواحهم دول ما بيحموش دولة دول النشاطاء اللي المنظمة بتتكلم وبتحرد فرنسا عشان بطلق دول النشاطاء اللي بيعملوا لصالح الوطن أفهم صالح الوطن فين حد يقول لي على ناشط واحد قال حاجة لصالح وطن هي دي الظروف اللي مصر بتعمل فيها خارجيا والضغوط اللي تتعامل عليها والحاجات اللي شغالة وإحنا برضو مش واخدين بلنا هنا وبعدين المنظمة دي أنا مش قادر أفهم يعني إحنا يعني ما هو فيه سبل كثيرة إن إحنا نقدر نرد عليها وإذا المنظمة دي ما رضيتش عليها يعني أكيد فيه سبل لأن المنظمة دي مش معمولة مفتوحة كده وإذا كانت المسألة بالدراع خلاص نتعامل بالدراع إحنا كمان إذا كانت المسألة خضع القوانين هل نتابع القوانين اللي نستطيع أن نحفظ بها حقنا إنه ما ينفعش إنه في كل حالة فيه تحريض وفي كل مناسبة شوفوا قبل ما تير للانتخابات بتاعت اللي ريسكو عملوا إيه النهاردة زيارة للرئيس فرنسا بيعملوا إيه طب أنا أفهم إن الإخوان بلمهم بعضهم ويعملوا مظاهرات وكلام ده كله هم أخوان هنعملهم إيه طيب ناس يعني الإخوان أنت منتظر منه أي عمل خير فين ولا أي حال أنا عايز أبقى المنظمة دي خلاص يعني الفلوس سدى بوقك للدرانيات إنك مش قادرة تسكوتي فرزيارة بتاعت الرئيس لا في حالات تعاون آه والعلاقات السورية آه إنما فيه أمور كثيرة أشارت المنظمة أن سياسة تصدير الأسلحة في فرنسا لتنص على مراقبة النشطة لإستعمال النهائي هو إحنا هناخد المسترال مثلا عشان نوقع عشان نوقع بها حقوق الإنسان هل إحنا الفرقطات والغواصات الغواصة اللي بينا من الألمانيا أو فرقطة من فرنسا واخدنا برضو عشان نحوه الإنسان خلط الأوراق وبيعا بتتكلم بقى على إن الرئيس السيسي إزاي إنه دستور البلاد وإنه أشرف على أزمة حوائية في مصر كلام كله مغلطات وكلام سخيف إنما هذا الكلام بتحطه دعمه هناك ومهللين فيه فلوس بتدفع يعني فلوس بتدفع كتير وقتر بتدفع فيه وقتر وصلت نترشي رؤساء الأمهوريات وصل الأمر في قطر نترشي رئيس الأمهورية عشان تاخد صوت بلده في كاس العالم فالمسألة اللي يجب التغاضي عنها أو أنه نحن نبصلها على إنها مسائل في الاجتماعات دي ويمكن هنا في موقع أهوة فرنسي فرنسي بيقول المالية الفرنسية تلغى عقود بيع 12 مقاتلة من طراز رافال إلى مصر وقالت إنه إنه مصر ملتزمة هي بتقول في الموقع بيقول في كلامه إنه مصر ملتزمة ما تأخرش في دفع فلوس وملتزمة كل حاجة طب عايزين تلغوا ليه؟ إنه ما هي الضغوط جماعات الضغط ده بيبين حجم الجهد أو حجم السقل التي تمثله مصر في الخارج إنك فص الضغوط دي كلها بتقدر تعمل حاجة فوص الضغوط دي قدرنا نقل قدر الرئيس السيسي تحديدا إن ينقل في صفقات الأسلحة إن ينقل ليش مصر من قوة قوة محدودة بتاع الدولة إلى قوة إقليمية إحنا عليش نترتيبه لعشر على العالم النهاردة بالسلاح اللي نقلنا وبذات البحرية والتهران نقلة تانية خالص القوات البرية وده عندها يعني أنا بعتقد إن الأمور ما شاء الله كويسة يعني فده الضغوط فأي زيارة من دية من الزيرات اللي بعملها الرئيس المسألة الناس يقول لك العلقات الصينية وهو أراحي لكن لا 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 ده فيه ملفات شائكة كثيرة جدا وفيه استعداءات غريبة جدا وإنت كل ما تفتح حتة نلاقي حد بيستدهلك ضغوط شديدة جدا ضغوط على مصر شديدة جدا وإن كون مصر تنجح إن تضع قدميها وإنها تعمل لها مكان ومكانة سبتة في العالم كون ده إحنا من ثلاث سنين كنا في البلالة لا موجودين في إفريقيا ولا موجودين في عربيا ولا موجودين عالميا ولا موجودين في أي حتة فأي زيارة مهشواء يعني حالة مفروشة بالورود وأي زيارة مهمة والناس طبعا على الفيسبوك والكلام اللي بيكلموا لك ورح ليه وبيعمل إيه ومش أحسن كنا الفلوس بدل الصفر ديت عشان أهلنا المزايدة على أهلنا الغلابة ديت كثيرة جدا